وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 33 طن في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وتم ضبط 605 قضايا في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغت قرابة 25 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي